يحكى أن ديكاً كان يؤذن عنده كل صباح فأتى صاحب الديك وقال للديك لا تؤذن مجدداً وإلا سأنت فريشك خاف الديك وقال في نفسي الضرورات تبيح المحذورات من السياسة الشرعية أن أتنازل عن مبادئي حفاظاً على نفسي وتوقف الديك عن الأذان وبعد أسبوع أتى صاحب الديك وقال للديك إن لم تقاقي كالدجاجات سأنت فريشك أيضاً تنازل الديك وأصبح يقاقي كالدجاجات وبعد شهر أتى صاحب الديك وقال للديك الآن إن لم تبذ كالدجاج سأذبحك غداً عندها بكى الديك حتى ابتل ريشه وقال يا ليتني ميت وأنا وأذن هكذا تكون سلسلة التنازلات عن المبادئ لا تتنازل عن مبادئك أبداً مهما كانت الظروف والأسباب والمغريات المرة الأولى اللي راح تتنازل فيها عن مبادئك برضاك أنت تأكد المرة المقبلة راح تتنازل عن مبادئك غصباً عنك يقولوا إذا انحذرت في مستنقع التنازلات في دينك فلا تتهجم على التابتين بأنهم متشددون بل أبصر إلى موضع قدميك لتعرف أنك تغوص في الوحل فالحرام يبقى حراماً حتى وإن كان الجميع يفعله ولا تلتفت لهم فسوف تحسب وحدك وكلهم آتيه يوم قيامة فرداً فاستقم كما أمرت لا كما رغبت في مثل إفريقي يقول حتى وإن كان الأسد جائعاً فإنه لا يأكل العشق لا تغير مبادئك لمجرد أن معذتك فارغة وأخيراً هذا الصوت الذي يحمس في داخلك هذا حلال وهذا حرام إياك إياك أن تفقده متو أن تديك وإلا فعليك أن تبيض السلام عليكم